لا بجد ايه دي ايه انت عملت كده ليه ايه زيكم عاملين ايه رب تكونوا بخير وفيديو النهاردة هنجرب فيه معاكم فاكهة غريبة من اسيا انا عن نفسي دي اول مرة شوفها لوجي شافت فيديوهات ليها فاكهة اسمها التنين او الدراجون فروت او بيتاية هي ليها اسماء كتير بس كلها في الاخر معناها فاكهة التنين وسهر الواحدة دي 215 25 مرش بس انا عادي اقولكو يعني هي غالية ليه عشان غالية جاية من اسيا ومستوردة هو فاكهة زي ما لوجي قالت هي غالية علشان هي مستوردة احنا عايزين ندقاء هاي بتتقطع زي لوجي من نص كده طيب تماما قطع بقى بسم الله الواحد هو بيقطع فاكهة تمام همتين جنيه يعني اللي هو دميري مش متواني تشكلها من جوه هي يا بيضة وفيها نقط صودة يعني ممكن شوية تدي للكيوي بس الكيوي على اخضر يعني هندق طعمها هندق طعمها انا لازم حاجة حاجة كده ويبقى في دقة اه في الامتين وخمستاشر لازم يبقى في دقة في كل حاجة هو انا كده بقطعها صح انا مش عارف اقطعها ازاي خلاص يا ادم مش تفضل وقطع لي بقى ملهاش طعم لأ لأ ما انا مش جايبة فاكهة ممكنوا خمستاشر جنيه شانتو ايه ملاش طعم تعمها بحش لا بجد ايه دا يا ايه دا انت عملت كده ليه طبعا مندوق طيب احنا باسم الملاش طعم صحي هي ملاش طعم بس لما تتمضخ شوية ويتبلع يبقى كده في بقي طعم كأنه واكلة خضار ناي عارفين كده طعم الخضار الني لو احنا مثلا واكلين ايه بسلة عارفين كده ما نجرب بسلية قبل ما نسويها ونكلها بنحس بطعم بعد ما بتتبلع بقى في كده بيبقى طعم في البق هو دا طعمها ماما طعمها غريب هي اكد الفاكهة دي لها فوائد وفوائدها كتيرة لازم نحلل الميتين جنيه يعني اكيد دي لها فايدة ادم سابل مش قادر يكمل ليه ادم بس انا ساب ادم انت عامل كده ليه ادم ممكن بقدرش اكمل معاكم بها دي اصبع لا لا كملوا معنا اصبع احنا خلاص خلصنا احنا احنا بقناها بس انا عايزة اقرار عن فوائدها لان هي اكيد ليها فوائد يعني اللي خليها توصل لخمسمائة جنيه بعيدا عن ان هي مستوردة ما في حاجات كتير مستوردة بس طعم يعني سعرها ما بيوصلش لخمسمائة جنيه وستونائة جنيه فاكيد ليها فوائد فانا هقرار على فوائدها عشان اشتريت الفوائد دي بالميتين جنيه ولكن هي كفاكها ليس لها طعم وليس لها رائحة ولكن لها ملمس وإحنا كده جربنا معاكم فاكهة التنين وعايزة اقولكم ما تلاقيتش التنين ولا حاجة قوي ما لهاش اي طعم وبس كده نتمنى يكون الفيديو عجفكم ونشوفكم في فيديو جديد باي باي باي